موسيقى موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان بحييكوا تحية النعمة والسلام في شخص ربنا يسوع المسيح اليوم رح نتكلم عن موضوع في غاية الأهمية وهذا طبعا على رد تساؤلات كثيرة من هو المسيح شخصية وهوية المسيح أو بالأحرى ألقاب المسيح واليوم رح نتكلم على لقب المسيح يعني يدعى المسيح ولقب الكلمة المسيح كلمة الله والتعبرين اللي ذكرتهم المسيح كلمة الله هذه لا تطلق على أي شخصية أخرى في الوجود لا نبي ولا أي إنسان عظيم فالمسيح هو الوحيد الذي تميز أنه المسيح الممسوح المسيح والمسيح هو الذي تميز أنه كلمة الله كلمة الله بحسب بشارة يحنى أنا بدعوكم حتى تشاهدوا هذه الحلقة إحنا بث مباشر على القناة الفضائية قناة الحياة ولايف كمان على الفيسبوك ففيك تتواصل معنا إذا عندك تساؤلات أو أي يعني أي مداخلة بحب طبعا كلمة معتادة أسمع منكم ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة أهلا أحبائنا مشاهدينا هذا الموضوع الهام جدا موضوع المسيح كلمة الله يصرنا أن أستضيف إلى برنامج ليكن نور القص شادي صالح هو رح يتكلم معنا في هذا الموضوع قصيس شادي رجل الله خادم للإنجيل راعي الكنيسة وهو أيضا متخصص في هذه الموضوعات الدفاعية أهلا وسهلا قصيس شادي انت معنا على الهوى أهلا وسهلا فيك قصيس شادي قصيس شادي انت معنا على الهوى طيب عذرا على هذا الخلل خلينا نصلح هذا العطل وبرجع بعد هذا الفاصل خلينا نأخذ فاصل وبرجع اشتركوا في القناة هل تشمل اليوم بالوحدة؟ هل عندك مشكلة عائلية؟ لا ربما تمر بأزمة صحية أو تحدي مادي شديد فريق الصلاة والمتابعة في غدمة نور جميع الأمم على أتم استعداد أن يقف معك ويساندك ويصلي معك ومن أجلك ويجيب على أي تساؤل أو استفسار لديك لا تتردد ارفع سماعة التلفون الآن واتصل بنا على الأرقام التالية من جميع إنحاء العالم 1-905-335-1534 أو على الرقم المجاني 1-800-280-3288 من أمريكا 301-551-7642 من مصر 0122-026-6607 من لبنان 70-188-412 من المغرب 067-960-0709 من الجزائر 055-460-2031 من أستراليا 2-800-557-45 من فرنسا 1-766-641-295 من إنكيلترا 2-03-00259-21 أو اتصل بنا مجانا على skype lfam.noor أو يمكنك الاتصال عبر الواتس أب والفايبر على الرقم التالي 1-905-281-4428 أو أرسل لنا رسالتك على الإيميل www.lfan.com كما نشجعكم على زيارة موقعنا على الإنترنت www.lfan.com و لا تنسوا متابعتنا على صفحتنا بالفيسبوك و كذلك قناتنا على اليوتيوب و في انتظار تعليقاتكم و رسائلكم والرب يبارككم أهلاً أحبائنا مشاهدينا مرة تانية برحب فيكم باسم الرب يسوع و آسف على العطل الفني إن شاء الله إنه تصلح و تزبط هل القسط شادي معاي على الهوى؟ معاك استيس نزار مساء الخير مساء الخير بس أنا مش شايف صورتك أسيس شادي أنا برضو مش شايفك استيس نزار فأنا بس فقط سامع الصوت مش عارف إيش المشكلة بصراحة طيب برحب فيك قسيس شادي وأهلا وسهلا إسه صورتك بيانت شاب حليوة من أصول فلسطينية ربنا يباركك حبيبي شادي طبعا موضوعنا اليوم كتير كتير مهم وهذه الموضوعات هي من تخصصاتك المواضيع الدفاعي والشرح هذه التعبيرات والكلمات ولسيما التي تتعلق حول هوية يسوع المسيح واليوم حديثنا عن المسيح المسية وطبعا يعني رح نبتدي في هذا اللقب وبعدين رح نتكلم عن كلمة الله فخلينا نبتدي بالمسيح لما بتسمع كلمة أو هذا اللقب ماذا يعني هذا اللقب أمين السيس نزار مرة ثانية بحب أشكرك وبشكر جميع الإخوة الموجودين اللي بيجهزوا كل هاي الأمور التخانية ربي باركك بالنسبة للقب المسيح يمكن هو أكثر لقب شائع عن يسوع يعني الناس ممكن ما تعرف كلمة يسوع أو اسم يسوع ممكن يكون عندهم اسم تاني عنه لكن لما بتذكر المسيح كل الناس بتعرف أنت عن مين بتتكلم هو أكثر لقب شائع عن هذا الشخص الفريد سوى كان داخل المسيحية أو خارج المسيحية أكثر شي بيعرفو أنه هو المسيح وهو أكثر اللقب تكرر حتى في الإنجيل عن يسوع حوالي 530 مرة ذكر عن يسوع أنه هو المسيح فلقب شائع جدا اللقب تكرر بشكل كبير حوالي 530 زي ما قلت في العهد الجديد وحتى أعرف شو يعني لازم ما أعطي أنا انطباعي لازم أشوف الكتاب المقدس وخاصة العهد القديم ماذا كان يعني لما أطلق على يسوع كلمة المسيح أو حتى في العهد القديم لما كان يذكر المسيح لليهودي المعاصر ليسوع الناصري ماذا كان يتوقع من هذا الاسم أو يعرف عن هذا الاسم أكيد طبعا قسيس شادي يعني إحنا منعرف أنه لقب المسيح بالنسبة للتفكير اليهودي بيختلف عن التفكير في العهد الجديد ولكنهم كانوا ينتظرون المسيح أو المسيح يعني أنا بتكلم بلغتنا العربية نفس الكلمة العبرية مشيح أو مشيح في اللغة العربية بس كانوا بينتظروا مسيح بعطينا الصورة لهذا اللقب في العهد القديم وكمان لما بيتكلم عن المسحة ايه المقصود من المسحة أنه يصبح الإنسان مسيحا أو ممسوحا أمين كلمة مسيح جاءت من الفعل مسحة وأول مرة تذكر في الكتاب المقدس هي يقولها الله نفسه يقول في تكوين 31 بتكلم معي عقوب بقول له أنا إله بيت إيل حيث مسحت عمودا حيث نظرت لنظرا فبتكلم الله معي عقوب بقول له أنا إله بيت إيل المكان اللي أنت فيه مسحة عمود فلما بنرجع للحادثة في تكوين 28 بنشوف أنه يعقوب لما كان طالع من بيت والده إسحاق وذاهب باتجاه حاران شاف هذا المكان وبات فيه وفي هذا المكان شاف السلم في حلم سلم عالية من الأرض إلى السماء وشاف الملائك تنزل وتطلع على هاي السلم وشاف الرب واقف عليها فقال ما أرهب هذا المكان هذا بيت الله هذا باب السماء وسمى هذا المكان بيت إيل لكن مذكور في العدد في العدد 18 و19 من تكوين 28 بكر يعقوب في الصباح وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه وأقامه عمودا وصب زيتا على رأسه على رأس الحجر فهون كلمة صب الزيت هي هي المسحة فالمسح معناته في الكتاب المقدس هو تكريس هذا المكان أو هذا الشيء لله فأول ما ذكر ذكر عن الأشياء أنه مسح الأشياء مسح الآنية مسح خيمة الاجتماعي لكن أيضا منقرأ بعدين أنه صار يمسح في الكهنة والأنبياء والملوك في العهد القديم نرى أنه هاي الثلاث شخصيات الكهنة والأنبياء والملوك كانوا يمسحوا بدهن خاص حتى دهن مركب بطريقة خاصة بسموه زيت المسحة أو دهن المسحة ويمسح بمعنى يكرس هذا الشخص لله فهذه كلمة المسيح المسيح معناها مكرس بالكامل بحياته لله هو مرسل من الله ليتمم غرض معين وهذه معنى كلمة المسيح في العهد القديم طبعا نحن نعرف أنه كانت تطلعات اليهود بالنسبة للمسيح يعني ممزوجة بالفكر الروحي ولكن أيضا بالفكر السياسي المسيح الذي طبعا يركز مملكته من أورشليم لكي يملك على كل الأرض لكن هل تغيرت الفكرة يعني بين العهد القديم أو العهد الجديد خلينا نعرف أكتر عن فكرة المسيح أو الممسوح كما ذكرت أمين هو شخص كان منتظر حتى نقرأ عن تلاميذ المسيح أنهم كانوا ينتظروا هذا الشخص لهم كانوا أغلبهم تلاميذ يوحنى المعمدان مثلا نقرأ في إنجيل يوحنى مكتوب عن أندراوس أنه وجد أولا أخاه سمعان اللي هو بطرس فقال له قد وجدنا مسيح الذي تفسيره المسيح فاليهود كانوا وما زالوا ينتظروا هذا الشخص اللي هو المسيح حتى المرأة السامرية سيس نزار مبارح قد بسمعك تتكلم عن المرأة السامرية قالت للمسيح في إنجيل يوحنى للصاح الرابع أنا أعلم أن مسيح يأتي وعندما يأتي يخبرنا بكل شيء فالمسيح قال لها أنا الذي أكلمك هو فحتى وهي إمرأة السامرية جنس بين اليهود وبين الأمم هي أيضا كانوا ينتظروا المسيح بقولوا إنه المسيح سيخبرنا بكل شيء فالمسيح هو الشخص المنتظر من الكل حتى باقي الديانات عندها تسامي مختلفة لهذا الشخص اللي رح يأتي ويخلص شعبها أو يخلص البشرية من مشاكلها ويقيم مملكة عادلة بارة فبنظر اليهودي كان المسيح شخص رأتي من نسل داود ملك من نسل داود سيأتي يقيم مملكة الله على الأرض فكان شخصية منتظرة وإن كان فيها بالفكر اليهودي فيه كانوا مش فاهمينها لأنه مثلا نقرأ عن مثلا في الشعياء ثلاثة وخمسين نقرأ أنه هذا المسيح محتقر ومخذول من الناس لكن في نفس الإصاح بعدين نقرأ أنه الله بقول أنه أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة في الشعياء اتنين مثلا أنه في وقته أنه لن يكون هناك حرب وأنه لن يتخدم السيوف لكن نقرأ مثلا في الشعياء خمسة واربعين عن نفس الشخص بقول أنه أنا بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين وجهي لم أسطر عن العار والبسط فبشوفوا في شخصية المسيح هاي القسمين اللي كان يسبب لهم التشويج كيف هذا الشخص نفسه القوي اللي رح يقيم مملكة الله على الأرض هو نفسه يكون هيك محتقر ومخذول من الناس فكان عندهم مشكلة فيه أنهم يضعوا آلام المسيح وأمجاد المسيح مع بعض لكن هم في فكرهم كانوا فقط ينتظروا المسيح الذي يقيم المملكة مملكة إسرائيل طبعا كان الكتاب في العهد القديم كمان بسمي مسحائي اللي هم الملوك وحتى يعني بعض الناس تصاب بديش أقول بالتشويش ولكن مش مفهوم الإصطلاح لأنه الرب بيتكلم عن ملك الفرس الملك كورش في شعية 45 أنه مسيحي وانت وضحت أنه تفيد التكريس أو التخصيص لشيء معين أو أداء الله بيستخدمها تمام وعشان هيك نشوف أنه الملوك كانوا يمسحوا الكهنة كانوا يمسحوا الأنبياء كانوا يمسحوا وأيضا كورش مع أنه أممي لكن أيضا كان مسيح مكتوب أنه مسيح الرب ليش لأنه الله كان مخصص بغرض معين اللي هو رجوع الشعب من السبي زي نبوة ما تنبأ النبي إرميا فكان الله أيضا مخصص كورش وقد يمكن يكون كورش عرف من النبي دانيال كما يقال ممكن أنه هو مخصص من الرب ليعمل هذا العمل مع أنه لم يكن من شعب إسرائيل لكن كان دائما هناك انتظار لشخص لن يتكرر شخص سيأتي بطريقة فريدة الشخص عنده مقومات ومؤهلات فريدة لن تتكرر في كل البشرية ما كانوا اليهود ينتظروا مثل هذا الشخص لكن بتفكيرهم لم يستطيعوا تصور أن هذا يسوع الناصري البسيط هو نفسه المسيح المنتظر قسيس شادي في الخلفيات اليهودية أو الفكر حتى في العهد القديم كيف كان يفكروا عن شخصية أو هوية المسيح هل هو شخص أو إنسان عادي مع أنه أنت وأنا منعرف أنه في نبوات في العهد القديم اللي بتتكلم أو بتتنبأ في صريح العبارة عن ألهية المسيح أعطينا يعني هيك نظرة أو تصور كيف اليهود نظرتهم وتفكيرهم عن المسيح هل هو إنسان عادي أم إله هو بالتأكيد لم يكن إنسان عادي حتى في وقت محاكمة المسيح في الليلة الأخيرة رئيس الكهنة بيسأل المسيح هل أنت المسيح ابن المبارك فهم عارفين أنه هذا المسيح هو ابن الله المسيح الذي يأتي هو ممثل عن الله هو رمز هو صورة الله هو ممثل عن الله هو ابن المبارك ابن الله أكيد لم يكن شخص عادي حتى مزمور 110 اللي هو المزمور اللي استخدم المسيح في أسبوع الأخير حتى يرشد اليهود خاصة الفريسيين اللي بيعرفوا الكتاب عن شخصه فقالهم إنه داود مين هو المسيح ابن مين فقالوا له ابن داود لكن قالهم مدام اب هو ابن داود كيف داود يدعوه ربا لما داود بقول في المزمور 110 قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدمك فكيف يكون ابنه وهو يدعوه ربا فهو بشخصية المسيح في العهد القديم هو شخص غير عادي بلا شك من النبوات المذكورة عنه في شعياء لما بقول يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتبه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام فكيف يكون هذا شخص عادي أكيد لم يكن عادي لكن اليهودي البسيط لم يكن يفهم هذه الأمور لأن هذه الأمور تحتاج إلى إعلان من الله لأنه في كتير قسيس شادي عندهم الاعتقاد أنه إحنا جعلنا من المسيح يعني إلها وطبعا أنا دائما أتكلم في نفس العبارة لو إحنا لو المسيح إنسان أو مجرد إنسان وجعلنا منه إله لقولنا أن هذا كفر وجحود لكن الله بيختار أنه هو يأتي إلى عالمنا كالمسيح ككلمة الله رح نتكلم عن هذا الموضوع بعد قليل فأنا لا يسعني إلا أن أشكر الله وأسبح وأمجد الرب ولكن خلينا نوضح أكتر كمان الفكرة في العهد الجديد قسيس شادي لأنه كان فيه نزاع حول الموضوع ويقول الكتاب أنه حتى الناس انقسمت إلى قسمين لعل المسيح ممكن يعمل أعمال أكتر من اللي عملها المسيح فإيه اللي شفناه في المسيح في العهد الجديد تثبت مسيحيته أو مصداقيته في شعياء 61 في نبوة عن المسيح بيتكلم على لسان شعياء النبي بيقول روح السيد الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأعصب منكسري القلب لأنادي للمسبيين بالعق وللمؤسرين بالإطلاق والرب يسوع المسيح في لوقة أربعة أخذ هذه النبوة التي تتكلم عن المسيح ونسبها إلى نفسه وقال أنه اليوم تم هذا المكتوب في مسامعكم فهو قال عن نفسه أنه هو عليه روح الرب وأنه الرب أرسله ليبشر المساكين أرسله ومسحه ليبشر المساكين فهو أخذ هذا اللقب عن نفسه وهو كان يجول يصنع خير وهذا اللي قاله واحد من تلاميذ المسيح اللي هو بطرس قال في أعمال الرسل عشرة يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأن الله كان معه فمنشوف المسيح مسح بالروح مش مسحة بالزيت زي العهد القديم مسحة إلهية مسحة إلهية بالروح وهذا تمت بالمعمودية مسحة الخدمة ابتداء الخدمة لما نزل الروح القدس في مشهد المعمودية على شكل حمامي لكن في أمثال 8 أستيس نظار فيه هناك أيضا مكتوب أنه في هذا الشخص مسحة منذ أوائل الأرض منذ البدء منذ الأزل في أمثال 8 يتكلم أنه أنا مسحته منذ الأزل منذ البدء منذ أوائل الأرض فهو ممسوح حتى من قبل البداية فهو قبل ما يبدأ أي شيء في هذا الكون في هذا العالم الكبير قبل أي شيء المسيح كان موجود ومسحة طبعا مسحة لعمل الفداء عشان هيك بنقرأ أنه دمه معروفا سابقا قبل تأسيس العالم الله لم يأتي بخطة الفداء وكأنها خطة سريعة لأنه آدم أخطأ لكن خطة الفداء كانت موجودة في ذهن الله قبل تأسيس العالم وأنه أقنوم الإبن سيتجسد في ملء الزمان ويرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت النموس ليفتدي الذين هم تحت النموس طبعا بوترس كرر العبارة عندما سأل يسوع في قيصرية فليبوس من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان طبعا كان جواب بوترس أنت هو المسيح ابن الله الحي والشيء العجيب أنه ما بعد هذه الكلمات طوبى لك يا سمعان إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السموات فهذا الموضوع هو يعني إعلان إعلان إلهي حتى الإنسان يتقبله ومرة تانية في يحنى ستة لما كثير من اليهود قالوا هذا التعليم صعب بعدين بوترس كرر نفس العبارة نحن نعلم قد آمنا ونعلم أنك أنت هو المسيح ابن الله وطبعا إحنا بنعرف من إنجيل يحنى قسيس شادي إن هذا الصراع اللي كان بين اليهود وبين المسيح طبعا على هويته ونشوف إنه عدة أشخاص شهده للمسيح إنه هو المسيح مثل ما ذكرت المرأة السامرية أو بوترس في يحنى ستة وهكذا لكن هل فعلا المسيح هو كان عنده القناعة الداخلية أنه هو المسيح وأنه قال أنا هو المسيح طبعا طبعا مئة بالمئة وهذا المسيح نؤمن أنه هو الحق هو قال عن حاله أنا هو الطريق والحق والحياة فكل ما يقوله هو الحق وفما أعلن فيه عن نفسه هو الحق وهو قال للمرأة السامرية أنا الذي أكلمك هو وهو قال لأ بوترس قال له طوبى لك يا سمعان أنه وافق على كلامه أنه أنا هو المسيح ابن الله الحي وكررها بوترس في يحنى ستة زي ما تفضلت استيس نيزار وأيضا إنجيل يحنى مكتوب في آخر الصحة عشرين أنه كل هذا الإنجيل كتب مكتوب حتى نؤمن أن يسوع هو المسيح ابن الله الحي فهو المسيح هو ابن الله ويسوع الناصري قال أنه هذا هو المسيح أنا هو المسيح ابن الله فهو وافق على تسميته بالمسيح مية بالمية ولما كان يعني يتكلم مع الفرسيين كان مثلا في المزهور مية وعشرة ذكرته أبن شوي هو كان يسألهم عن نفسه مين هو المسيح فكيف هو ابن داود وهو ابن الله وطبعا يعني الخط الحاسم والفاصل في محاكمة المسيح أمام مجمع السنهادريم لما كان بيتكلم معه رئيس الكهنة قيافة سألوا سؤال مباشر وجهاً لوجه أنت المسيح ابن المبارك فالمسيح قال أنا هو يعني نفس الكلمة اللي بتعبر عن ألهية المسيح يعني وافق على هذه الكلمة يعني أنه هو فعلا المسيح شو رأيك قصة سيس شادي أمين بلا شك هو وافق وهذا السبب السيس نزارهم طلبوا بصلبه لأنهم اعتبروا جدف كانوا يعتبروا يجدف وهذا السبب اللي صلب المسيح اللي بسأل أي حق أو أي شخص بتابعنا أنه لماذا صلب المسيح ما هي التهم التي وجهت ضده التهم التي وجهت ضده بالنسبة لليهود في وقتها هي التجذيف لأنه هو ادعى الألوهية هو ادعى أنه هو معادل لله هو ادعى أنه هو المسيح ابن الله هو ادعى أنه قبل ما يكون إبراهيم هو كائن وهو قال عن حاله كلمة أنا هو إيقو إيمي اللي هي فقط يقولها الله عن نفسه فهو تكلم عن نفسه باعتباره الله باعتباره مرسل من الله يمثل الله باعتباره نفسه هو الله فلهذا طالبوا بصلبه حتى في المحاكمة الأخيرة هم سألوا أنت هو المسيح قالهم سترون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء فهو أريضا قال عن نفسه أنا ابن الإنسان وبعدين فسألوا رئيس الكهن أفأنت المسيح ابن العلي ابن المبارك قال له أنا هو فهو أكد على الحاله أنه هو ابن الله ابن الإنسان وأنه هو المسيح ولهذا تم الحكم عليه بالصلب لأنهم اعتبروا جدف طبعا يعني إحنا بنعرف أنه اليهود بينتظروا المسيح وطبعا كان بالنسبة لهم علامات معينة مثلا المسيح هو الذي يبني الهيكل المسيح هو الذي يوحد أصباط إسرائيل الاثنية عشر والمسيح هو الذي يفتح العيون دلالة على الخلاص بالدليل أن يحن المعمدان عندما أرسل تلميذ سأل أأنت هو أم ننتظر آخر أجاب يسوع وقال اذهبا واخبرا يحن العمي يبصرون فكان تأكيد على مسيحانية المسيح أنه المسيح أنه المسيح فبالنسبة لليهود المسيح هو المخلص المسيح هو الملك المسيح هو الذي يأتي من نسل داود المسيح هو الذي يتم فيه نبوات العهد القديم المسيح هو الذي عنده سلطان سلطان يخرج الشياطين سلطان على الموت على إقامة الموت وهذه كل ياتها أثبتها الرب يسوع المسيح في شخصه المبارك قسيس شاد سنتكلم عن الكلمة بعد قليل ولكن قبل ما أخد فاصل هل في شيء على قلبك بتحب يعني تكمل في هذا الموضوع المسيح يعني في شيء بتحب بتشاركه أمين هو الشهادة عن المسيح جاءت من الكل جاءت من تلاميذه جاءت من مرأة سامرية جاءت من رأساء الكهن في وقته حتى جاءت من الأرواح الناجسة ومن الشياطين اللي مكتوب عنها مثلا في لوق 4 41 أنه كانت شياطين أيضا تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول أنت المسيح ابن الله فانتهرهم ولم يدحم يتكلمون لأنهم عرفوا أنه المسيح فالكل لم يشهد عن هذا الشخص أنه هو المسيح ابن الله وأهم نقطة في موضوع المسيح ليس أن أنا أضع تصوري عن هذا الشخص أنا أقبل هذا الشخص وأبحث هذا الشخص كما ادعى هو عن نفسه فأي شخص يأتي ليعرف من هو المسيح من هو يسوع الناصري يشوف هذا الشخص إيش يتكلم عن نفسه وإيش المعاصرين إله يتكلم عليه ويفحص في هذا الموضوع بإخلاص وسيتشف أنه هذا هو يسوع مخلص العالم المسيح المنطدر الغريب أنت عارف قسيس شادي أنه أنا من فلسطين من الأراضي المقدسة وعشت في القدس مع أن أنا من الجليل بس عشت في القدس ست سنوات ولما بتروح إلى منطقة الهيكل طبعا الهيكل هدم لكن في حيط اسمه الحائط الغربي أو حائط المبكة اللي هو عبارة عن الحائط الماسك اللي كان بيمسك جبل المرية عندما بنى هذا الهيكل أو رممه هيرودوس الكبير فبتشوف تعبيرات في اللغة العبرية آنوروتسيم مشيخ عخشاف إحنا عوزين بدنا مسيح الآن فمازالوا يتطلعون إلى المسيح ولكن للأسف مش المسيح اللي بتكلم عنه العهد الجديد اللي هو الرب يسوع المسيح الرب يسوع متل ما ذكرت جاء كحمل الله مخلصا فاديا متألما أكمل عمل فداء لكن في يوم من الأيام هذا المسيح يسوع المسيح سوف يرجع ليدين الأحياء والأموات فالغريب أخ شادي أنه بتشوف أن اليهودي بينتظر المسيح والمؤمنين والمسيحيين بينتظروا المسيح الشيعة بتنتظر المسيح طبعا بالصيغة أو تعبير إسلامية معينة السنة بينتظر مسيح لكن برضو بحسب تفسيره هو حتى لما بتكلم مع أحبائي المسلمين مفهوم كلمة المسيح أو كلمة الله بتختلف عن مفهومنا إحنا بتحب توضح هاي الحقيقة أكيد أكيد بتختلف بشكل كبير السيس نزار كلمة المسيح مثلا في القرآن ممكن تكون لها معنى ثاني لكن عشان هيك طلبة إنه عشان تعرف المعنى شو في الناس اللي استخدموها في وقت المسيح شو كانوا يعنوا فيها هاي هي حتى بالنسبة لموضوع كلمة الله فإذا قلنا إنه المسيح هو أصلها يهودي كلمة الله أو الكلمة هو أصلها يوناني والرسول يحنى استخدم هذا المصطلح كلمة الله عن المسيح أيضا وقال إنه في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله فهو كما هو المسيح المنتظر لليهود هو أيضا كلمة الله المرسل من الله إلى العالم هو سورة الله غير المنظور يعني عاوز أقول كمان قبل الفاصل إنه إنه الكتاب المقدس يسير بتناغم وتناصق مش متناثر يعني مبعثر لا بتشوف إنه من التكوين للرؤية كله عم بيتسلسل وبيتمحور بوجهنا للشخص فالعالم بينقسم يعني ما يعني صلب المسيح وما قبل أو صلب المسيح وما بعد إحنا طبعا مننظر للماضي بما فعله يسوع من أجلنا لكن قبل صلب المسيح كانوا بينظروا للمسيح حمل الله وطبعا هذا هو مشتهى الأمم توقعات الأجيال وعلى اسمه رجاء الأمم قسيس شادي رح نأخذ فاصل قصير وبعدها رح نبتدي في موضوع المسيح كلمة الله خليني بنرجع بعد هذا الفاصل موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا حديثنا اليوم على القناة الفضائية قناة الحياة المسيحية موضوع المسيح كلمة الله وفيك تشاهدونا أيضا على الفيسبوك وإحنا مرحب في التساؤلات إذا عندك سؤال رح نفتح بعد قليل الهاتف فيك تتواصل معنا قسيس شادي برحب فيك مرة تانية إحنا حديثنا عن المسيح ودائما المسيح كلمة الله كيف فينا نفهم إنه المسيح كلمة الله إذا ممكن تشرح لنا هذه الفكرة الكلمة شو بتعني يعني معنى الكلمة هي جاءت في الأصل اليوناني لوجوس واللي هي أجت منها كلمة لوجيك أو منطق كان هذا مصطلح موجود في الفكرة اليونانية إنه لهذا الكون هناك سبب وهناك تصميم وهناك منطق له وكان هذا يسم اللوجوس فهذه هي كلمة الكلمة معنى الكلمة فليس المقصود إنه المسيح كلمة الله إنه كلمة خرجت من الله ما بقال إنه كلمة من الله لكن هو قال كلمة الله والكلمة أو التكلم هي وسيلة التعبير يعني أنا لما بعبر عن حالي أفكاري اللي ما حد يعرفها غير الله عشان الناس اللي حوالي يعرفوها بتكلم زي ما بقول مثلا في مثل بقول تكلم لكي أراك يعني إذا الشخص لما يتكلم ما بتستطيع تعرفه لكن لما بيتكلم يصير يعبر عن أفكاره وعن متلوناته الداخلية بكلام فيستطيع اللي حواليه يعرفوه وأيضا التكلم مسيلة التواصل زي ما بعمل مع حضرتك الآن إحنا عن طريق نتواصل بالكلام فهذه معنا الكلمة الله إنه الكلمة الله هو الذي يعبر عن الله كيف بدي أعرف مين هو الله هذا هو الذي يعبر عن الله هو كلمة الله وأيضا التواصل مع الله هو عن طريق كلمة الله لأنه الله عنده كلمة عنده الشخص هذا الأقنوم اللي هو يعبر عن نفسه. هو يعبر عن جوهر الله. سورة الله غير المنظور. فالله لم يره أحد قط. الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. فهذا هو من الكلمة. هو خبر عن الآب. هو خبر من هو الله. فهو عبر عن الله. وهو وسيلة التواصل عن الله. نحن نعرف بشارة متى وبشارة لوقة بيرجعوا لسلسلة نسب المسيح. طبعا بركزه على النسل الملوكي. سواء في إنجيل متى. وفي إنجيل لوقة حتى بيرجعنا لآدم. يعني فيه تسلسل في السلسلة نسب المسيح. لكن في يوحنى بيرجعنا للأزل. يعني الفكر الإلهي. لوجيك في الفرنسي أو اللوجيا. اللي بتعني علم كمان. فإذن عم بيتكلم عن عمق شيء بطريقة بتختلف. وانت مثل ما اقتبست. يعني قبل الفاصل في البدء. كان الكلمة والكلمة كان عند الله. وكان الكلمة الله. فإذا فيك توضح لنا هذه الفكرة. لأنه عادة يعني لما بتكلم مع أحباء المسلمين بيقولك أنه الله على كل شيء قدير يقول كن فيكون. فهل كن فيكون تصح على شخص المسيح ولا على الخلائق ولكن المسيح متميز. فضل قسيس شاني. أكيد لا. هو المسيح يذكر عنه أنه هو كلمة الله وليس كلمة من الله. وهو الرسول يوحن بقولنا أنه في البدء كان الكلمة. إحنا كنا نتصور قسيس نيزار أنه يقول في البدء كان الله. لأنه هي الصح في البدء كان الله. لكن آل في البدء كان الكلمة. وكلمة كان هنا أيضا تعني شيء في الماضي أو حدث في الماضي ليس له بداية. فهو في البدء كان الكلمة. أي لما ابتدى كل شيء الكلمة كان موجودة. بعدين بقول الكلمة كان عند الله. فهو علاقته بالزمن هو قبل الزمن. هذا الكلمة هو قبل الزمن. ولكن أيضا وين شو علاقته بالله هو مع الله. هو عند الله. طب من هو؟ وهذا اللي بقول وكان الكلمة الله. في جوهره نفس الطبيعة الإلهية. له جوهر نفس جوهر الله. فهو كان الكلمة الله. عشان هيك في الآية اللي بعدها بقول كل شيء به كان. في هذه الكلمة كل شيء به. وحرف الباب حرف الجر. هو يعني يفيده تعليل والسببية. كل شيء بهذه الكلمة كان. وبعدين بانف النفي الرسول يحنى وبقول وبغيره لم يكن شيء مما كان. فكل شيء تكون بالكلمة. بهذا الأقنوم بهذا الشخص. وهو كلمة الله. وبغيره لم يكن شيء. مش فقط لم يكن شيء. مما كان. فالمسيح لم يتكون. لم يخلق. لكن هو موجود قبل الخلق. هو شارك في الخلق. نعم. مكتوب عنه. فإن فيه خلق الكل. ما في السماوات وما على الأرض. الكل به وله قد خلق. وبه يقوم الكل. يعني هو مش بس إنه الخالق. لكن كل شيء في هالوجود اللي بيصير بتناغم بانسجام. حتى الجاذبية والكواكب وكلها. كلها متماسكة بكلمة الله. فهذا مهم جداً إنه ندركه من خلال الكلمة. أمين. وعشان هيك في رسالة العبرانين بيقول حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. قبلها بيقول إنه هو بهاء مجد الله ورسم جوهره. أي هو صورة طبق الأصل عن الله. مش صورة مشابهة لله. لكن هو صورة الله نفسه. يعني صورة الله هو رسم جوهره. وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. المسيح نفسه قال عن حاله جملة مهمة جداً. قبل ما يقول في متى 11-28 تعالوا إلي جميع المتعبيم الثقيل الأحمال. الآية الكثيرين بيعرفوها من المسيحيين وغير المسيحيين. قال عن نفسه تعالوا إلي. قبلها قال كل شيء قد دفع إلي من أبي. وليس أحد يعرف الأب يعرف الإبن إلا الأب. ولا أحد يعرف الأب إلا الإبن. ومن أراد الإبن أن يعلن له. فهذا تصريح خطير استسنظار. يعني المسيح بيقول لا أحد يعرف الله إلا أنا. ولا أحد يعرفني إلا الله. فمن هو الذي لا يعرف يعني يعرف الله بكل ما في الله إلا الله نفسه. فالمسيح يعرف الآب. الإبن يعرف الآب والآب يعرف الإبن. والإبن هو الذي يعلن من هو الآب. لأنه كلمة الله هو الذي يعبر ويتواصل مع الناس عن طريق شخصه. وطبعاً بإنجيل يحنى يعني واضح أنه الرب يسوع بيتكلم لأني نزلته من السماء. يعني واضح أنه كان فعلاً يعني عند الله. عند الله يعني بتشوف هنا الأقنوم يعني مستقل في كيانه مع الله. مع أنه واحد في الجوهر من الأزل. ولكن بتشوف أنه في علاقة في شركة. ولكن مستقل. كان الكلمة الله تعبير عن الجوهر. واحد مع الله. وطبعاً يعني مهما حاولنا نفسر في المنطق البشري صعب أنه نوصل إلى الله. منحاول نفسر في الأشياء اللي إحنا أو أعطيت إلنا أن ندركها من خلال الزمن. فالله خارج نطاق هذا الزمن. ولكن شيء واضح يعني أنه مش يعني مش بيكلم شيء متناقض. يعني حتى كان مقبول حتى في الفلسفات القديمة. يعني أنت ذكرت أنه بالنسبة لليونان. الفكر الإلهي. العقل الإلهي. المنطق الإلهي. الحكمة الإلهية. ولكن أراد يحنى اللي برضو عنده الفكر اليوناني يعني مطلع عليه. ولكن أراد أن يحارب بدعة أسمى بدعة الغنصيين. أراد أن يظهر شخص المسيح. أنه أنه هذا الكلمة صار شخص. وهذا الشخص عم نشوف مجده. عم بركز على مجد المسيح. على شخص المسيح. اللي صار معنى اللي حل بيننا. عمين. عشان هيك قال في العدد الصح الأول عدد 14. الكلمة اللي هو تتلم عنها في الآيات الأولى. إنه في البدء كان الكلمة. بقول الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده. فهو في وقت معين هذا الكلمة أخذ جسد وصار مثلنا إحنا البشر وعاش بيننا. وبقول رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحق. صحيح هو إنسان بقول يحنى. لكن هو كان إنسان غير عادي. إنه مش بركز على الفكر والمنطق. لكن عاوزي قلنا إنه هذا اللي أنت هو شخص حقيقي فعليا جاء المسيح في الجسد. سؤالي إنه ليه فقط البشير يحنى استخدم هذه التعبيرات؟ تعبير كلمة الله استخدمها الرسول يحنى أكتر شيء. وتقريبا هو الوحيد لإستخدم هذا التعبير. وأنا أتفاجأ أيضا أنه هو هذا التعبير الموجود في القرآن عن كلمة الله. فهو عن المسيح أنه هو كلمة الله. هو مأخوذ من إنجيل يحنى. اللي هو عادة يهاجم من الأحباء المسلمين لأنه إعلانه الصريح عن ألوهية المسيح. لكن الصريح كلمة الله هو مأخوذ من هذا الإنجيل. اللي هو عادة يهاجم. البشير متى كتب إنجيله لليهود. اللي هو كتبه حتى يبين أن هذا يسوع الناصري هو ملك اليهود. هو الملك المنتظر. هو المسيح المنتظر. مرقص كتب الإنجيله حتى يبين أن هذا يسوع هو العبد الله. عبد المتألم. اللي هو جاء يخدم الناس. لم يأتي ليخدم بل ليخدم. ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. إنجيل لوقة بيذكر المسيح الإنسان اللي هو بيتكلم عن نسبه إلى آدم. إنجيل يوحنى بيذكر المسيح ابن الله. فإذا لوقة ذكروا ابن الإنسان يوحنى ذكروا ابن الله. واتكلم عنه باعتباره أيضا كلمة الله. في رسالة الأولى قال عنه هو كلمة الحياة التي أظهرت. ونحن عرفنا هذه الحياة التي كانت عند الله وإظهرت لنا. هو أخذ هذا المصطلح اليوناني الذي كان شائع في هذا الوقت. لكن بيّن أن هذا المبدأ الكلمة هو شخص إلهي جاء إلى عالمنا ومات وقام من أجلنا. وطبعا يعني لابد أن كل إنسان يواجه المسيح يوما ما لأنه في ثفر رؤية بيتكلم عن المسيح المنتصر. مكتوب عنه يدعى اسمه كلمة الله. يدعى اسمه كلمة الله. وطبعا هذا الحديث لكل أحبائنا يمكن أن نحاول أن نفسر. يعني لما أتكلم مع أحباء المسلمين يعني الله كن فيكون طبق. هو ممكن أي شيء ممكن يكون الكلمة. ما معنى أن المسيح يتخص بهذا الموضوع. طبعا يقتبسه آل عمران 45. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح. عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وطبعا لغويا يعني طبعا ما فيك تفصل الكلمة مثل ما ذكرت عن الشخص. عن الكيان والهاء بتعود لأ الله يعني كلمته. أوكي الهاء بتعود لأ الله والهاء إذا بعد نسينا العربي ونسينا يعني بعتقد أنه ضمير مفرد غائب يعود على الشخص يعود على الله. إذا لخبطت فيهاي سمحوني بس لأنه القواعد العربية بتدينا ننساها. ولكن يعني واضح أنه الهاء كلمته تعود على الله. فكيف نفصل الكلمة عن الذات الإلهية؟ تفضل قسيس شادي. هو أكثر اعتراض بيجي على موضوع أنه المسيح كلمة الله. أنه آدم أيضا الله قال له كن فيكون. لكن هل يذكر عن آدم أنه هو كلمة الله؟ وزي ما قلت اعتراض سليمي بالمية. وكثير كلمات الرب قال كن فيكون. فهل كل كلمة فيها كن فيكون فعناته صار الشخص كلمة الله؟ بل أنا كلمة الله لأنني أنا أيضا خلق بأمر من الله. وحضرتك وكل المستمعين يستطيع أن يقول عن نفسه أنه هو أنا كلمة الله. ليش المسيح تميز بهذا؟ أعتقد الذي ذكر ثلاث مرات في القرآن أنه هو كلمة الله. ليش تميز المسيح أنه هو كلمة الله؟ عشان هيك برجع بقول عشان نفهم كلمة الله. ما فقط نقرأ ما يقرأ لنا. لكن نشوف المسيحيين لما استخدموا هذا المصطلح. ماذا كانوا يقصدوا منه؟ لما الكتاب المقدس ذكر أن يسوع الناصري هو كلمة الله. شو كان يقصد منه؟ هيك لازم أكون بحثي حتى يكون بحث صادق وبإخلاص. أكيد. من الأصل تبع هذه الكلمة. فليس فقط آدم هو كلمة الله إذا كنا أخذنا نفس المقياس. لكن إذن كل الخليقة كلمة الله. وأيضاً للسيس نزار يعني هل الله فقط تكلم بالخلق؟ يعني هل هو كلمة الله لأن الله تكلم بخلقه؟ وهل الله باقي الوقت هو صامت؟ أم الله يتكلم دائماً؟ وهذه فكرة يمكن تغيب عن كثيرين السيس نزار. إنه إلهنا ليس إله صامت. إذا خلقني أنا أعبر عن نفسي بالكلمات. هل هو لا يعبر عن نفسه؟ هل هو لا يريد التواصل؟ هل هو لا يريد أن يتكلم معي أنا بالذات؟ مش يتكلم مع البشر كلها. هو يريد طبعاً لكن أنا بالذات كشخص كإنسان لا يريد أن يتكلم معي؟ فهذه الفكرة أعتقد تكون غايبة. إنه إلهنا أيضاً إله شخصي علاقاتي يريد عمل هذه العلاقة. لأنه بطبيعته عنده كلمة. قبل الخلق مع مين كان يتكلم؟ قبل الخلق مع مين كان يتحدث؟ مع مين كان يسمع؟ هل كان صامت؟ وخلق الملائكة اللي يتكلم؟ طبعاً حاشا. لكن الله من البدء عنده كلمة ومن البدء هو روح. فهو عشان هيك نؤمن بالثالوث. لأنه الله له كلمة ناطخ بكلمته وحي بروحه. وهذا هو الثالوث الذي نؤمن فيه. ذو جوهر واحد. بعد إذنك قسيس شادي رح نأخذ مكالمة. مكالمة من الأخت نهال. أهلا وسهلا أخت نهال. اتت معنا على الهواء. برحب بحضرتك يا أسيس نزال. سلام ونعمة. وبرحب بحضرت الأسيس شادي. ربي بارككم على كل كلمة قلتوها. لتوضيح أن المسيح هو كلمة الله. عندي الحقيقة تساؤلين. أكيد هيكون الإجابة عليهم بسرعة برضو. حضرتك يا أسيس شادي قلت أن الله عارف منذ الأذن قدسة الفدائي. يعني عارف أن الإنسان هيخطأ وحيحتاج لمخلص. وعلشان كده جهز خطة محكمة لغفران الخطايا. وده كان عن طريق الرب يسوع الخالي من الخطايا. لأنه هو الوحيد اللي ينفع يعمل العمل ده. وإحنا كمسيحيين بنفهم ده أنه ده علم الله السابق. بس الأخوة الملحدين وغيرهم من الناس اللي لا يتقبلون هذا الفكر بيقولوا بما أنه كان عارف يبقى العملية مجرد تمثيلية. فأي رأي حضرتكم؟ والتفاؤل الثاني حضرتك قلت أن المسيح هو الأقنوم الثاني لله. فبرضه الملحدين والمعارضين بيقولوا أنه جبتوا اللفظ ده منين؟ لفظ الأقنوم مش موجود خالص في الكتاب المقدس. فأرجو التوضيح. وآخر حاجة للي بيهتموا باللغة العربية كلمة الكلمة مؤنس. فكان مفروض يقول في البدء كانت الكلمة. ولكن مؤال في البدء كان الكلمة. ودي إشارة للسيد المسيح أنه المسيح هو كلمة الله. والرب يبدأ. شكراً كتير أخت نهال ربني باركك على هذا. تفضل قسيس شاهد شادي إذا تحب تجاوب. قسيس نزار أنا للأسف لم أسمعت التليفون. فأنا عارفين. السؤال الأول لما نتكلم في البدء كان الكلمة والكلمة صار جسداً. كتير يسألوا هاي مصرحية هاي التمثلية. عم بيتكلم فيها المجتمع. ولا في الله والعالم بكل شيء. لكن إذا عالم بكل شيء. طب يعني اللي عم بيصير. هو زي كأنه مصرحية. الله بحاول يتممها. شو رأيك في هذا الموضوع؟ طبعاً لا. طبعاً هذا ليس حقيقة. بدليل أن الله يريد أن يتواصل مع الإنسان. لكن مشكلة الإنسان أنه أختار أن يبتعد عن الله. فعشان أرجع العلاقة مع الله. أنا لا أستطيع أن نافع الشيء. لن أستطيع أن أصل إلى الله. لكن الله يستطيع أن يصل إلي. لأنه هو غير المحدود. وهو اللي خلقني. فهو يستطيع أن يصل إلي. لكن أنا لا أستطيع أن أصل إلى الله. لكن هل بسمي أنه إذا الله بيّن لي محبته. لأنه أنا ما بعد في خطاياي. المسيح جاء من أجلي. هل أبين أن هذا الموضوع أنا أستهزئ فيه. فاعتبره مسرحية طبعا حاشا. لكن هاي محبة الله بيّنت أنه هو أراد أن يتواصل معي. يعني إذا الواحد عنده ابن تايه عنه. ابن بعيد عنه. يريد دائما أن يتواصل معه. يريد أن يبحث عنه. هذا هو إلهنا في المسيحية. إله يبحث عن الإنسان. لكن الإنسان بكبرياءه لا يريد. لا يريد هذا. يريد أن يصل إلى الله لكن يريد أن يصل إلى الله بطريقه. لكن الله بقول له حاول. وإذا قدرت. كيلي. لكن الإنسان أثبت على مر سنوات وقرون طويلة وطويلة. أنه لن يستطيع أن يصل إلى الله. وأعتقد كل شخص فينا بأماني لو فحص داخله. هل أنا مقبول أمام الله بأفعالي وأفكاري؟ أنا لو فحص نفسه أمام الله سيعرف أنه غير مقبول. عشان هيك ما عنده غير أنه يصرخ إلى الله. ويقول له يا رب ارحمني. أنا الخاطئ. أنا ما رح أقدر أوصلك. لكن أنت بتقدر توصلي. وهذا اللي عمله الله. الله جاء وتجسد وصال واحد مننا. وقدم نفسه من أجلنا على الصليل. آمين. وطبعا خلينا ندرك يعني شيء مهم. أنه إحنا منفكر ومنتحرك في نطاق الزمن. لكن الله غير محدود في الزمن. مكتوب عن محبة الله هي محبة أبدي. هاي طبيعة الله منذ وجوده هي طبيعته المحبة. أحبنا بغض النظر. هو الله محبة. شيء تاني. لما الله خلق الإنسان الخطيئة هي ضد الله. ضد الله الغير محدود. مش ضد شخص محدود. ضد الله الغير محدود. وطبعا الكاتب بطرس في رسالته يقول. افتدانا قبل تأسيس العالم. والكاتب إلى العبرانيين. الذي بروح أزلي قدم نفسه. وفعلا فيه أشياء رح نفهمها أكتر في الأبدية. لأنه صعب ندرك محبة الله العجيب. لا أعتقد أنه بالصحية الله يتلزز بخليطه. بيتمتع. ولكن من الأشياء الحلوة الله خلق للإنسان إرادة حرة. وهي الإرادة أنه الإنسان اختار. ولكن الله مع كل هذا والكلمة صار جسدا أخلى نفسه آخدا صورة عبد حتى يقدم الخلاص الكامل لكل البشر. وطبعا كان سؤالها الثاني عن أقنوم. يعني أجاوب سريع. أقنوم هي مش كلمة عربية. كلمة سريانية. بتتكلم عن شخص. ومالهاش تفسير بصراحة. مالهاش يعني. بتتكلم عن شخص متميز غير منفصل. بدون امتزاج. يعني فيه تفرد. فيه تميز بالأقنوم. فالقاب ليس الإبن. والإبن ليس الروح القدس. اللي مات على الصليب هو الإبن. والآب هو اللي اختارنا. هو اللي أحبنا. الروح القدس هو اللي بيقودنا. هو اللي بيسكن فينا. فهذا موضوع طبعا ممكن نخصص له حلقة. ولكن أقنوم فيها تميز. وهذا التميز في الشخصية. اللي بتخلي التالوت في جوهر واحد. ولكن كل شخصية لها كيانها. ولها استقلاليتها. قسيس شادي. فيه أمامنا دقيقتين. إحنا تتكلمت عن المسيح. وتكلمت عن كلمة الله. إذا بدك تحتوي الموضوع. عاوز توصلنا رسالة. إيه اللي ممكن تتكلم. لحبائنا المشاهدين في هذا الوقت. أهم شيء في هذا الموضوع السيس نيزار. مش فقط المعلومات. لأنه اليهود اللي كانوا معصرين للمسيح. كانوا يعرفوا كثير من المعلومات عن المسيح. لكنهم لهم لا يقبلوا. والآن نفس الشيء. إحنا نواجه نفس المشكلة. أنه أنا بعرف معلومات عن المسيح. لكن أنا لا أريد أن أقبله. فالقرار هو قرار القلب. أكثر ما هو قرار العقل. لأنه المسيح يريد أن يصل إلى الجميع. وهذا اللي عمله. ما زال الآن المسيح يريد أن يصل إلى كل شخص من المستمعين. لكن هل أنا أريد أن أفتح له الباب؟ هل أنا أريد أن يصل إلي المسيح؟ هل أنا بدي يكون لهذه العلاقة؟ أعرف المسيح. أعرف من هو المسيح. بالفعل كما أعلن هو عن نفسه. مش كما أريده أنا. ومش كما سمعته من غيري. لكن كما هو أعلن عن نفسه. هذا القرار قرار شخصي. قرار شخصي. لن يستطيع أحد أن يجبرك عليه. لكن فقط اعرف من هو المسيح. ابحث عن المسيح. أعتقد أستيس نيزار أن أهم سؤال يجيب عنه الإنسان في فترة حياته. هو من هو المسيح. لأن هذا السؤال لو جاوب عليه واقتنع بإجابته. الحياة كلها ستتغير. لأن إذا المسيح كان كما أعلن عن نفسه. أنه هو ابن الله. اللي جاء من أجلي. فالحيارة مستحيل تبقى كما هي. لكن لو أنت ما زلت مقتنع. أنه المسيح هو فقط نبي. افحص هذا الادعاء بما قال المسيح عن نفسه في الكتاب المقدس. وأيضا اسأله شخصيا. يعني أشجع أي شخص. الله إلهنا يتكلم. إلهنا يصل إلى الآخرين. أشجع أي شخص. اسأل الله نفسه. مين أنت أعلن له عن ذاتك. هل كما يقول المسيح؟ شكراً. قسيس شادي أزف الوقت شكراً جزيلاً. وأنا عارف إحنا عم نبحث في موضوع طويل وكبير. ونحاول نعمله في دقاق أو في ساعة. لكن ربنا يباركك ويبارك خدمتك. أنا بصلي أنه اليوم يكون اعترافك أنت هو المسيح مخلصي. وأقبلك وأدعوك إلى حياتي. وهو بيسمع وبيستجيب وبييجي لحياتك. هذه صلاة إليك اليوم والرب يباركك.